موسيقى مساء الخير للجميع أهلا وسهلا فيكم وقبل ما أبدأ بحب أشكر مدير المركز الثقافي أستاذ أميل حمادي اللي نظم هاي الدعوة شكرا على الدعوة مبسوط وسعيد جدا وبحب أشكر كمان رئيس المجلس المحلي رفيق حلبي اللي بدعم هاي الإمكانيات وبدعم لو أبيل شغين بيتاتو شغين بيتاتو أنا سعيد جدا أنه يكون اليوم هنا وأقدم لكم موضوع اللي هو بخص كل واحد مننا بخصنا بشكل خاص حتى نفهم الأشياء الأساسية في حياتنا ونقدم طريقة جديدة في الطب طريقة اللي هي عمليا الطب الشامل الموحد هو الطب اللي مش بواحد طرق مختلفة من الطب البديل هو بواحد بين الجسد والنفس والروح عشان هيك لما بنحكي عن طب لازم نفوت الطابع النفساني والطابع الروحاني في العلاج والتشخيص وإلا فإحنا قاعدين نعالج جزء بسيط من الهيئة الإنسانية عمليا جسم الإنسان هو رق بس أربع في المية من حقيقة الإنسان أغلب الحقيقة موجودة في النفس وبالروح وجزء بسيط اللي مبين في الجسد اللي هو نتمكن يعني إحنا منعالجه بالطب الاعتيادي ما خدماش معي الاعتبار بالمرة الطابع النفساني ولا الطابع الروحاني منين بلشت كلاتها هاي؟ أول شي نسأل الأسئلة الأساسية منقول إحنا لا يجينا الحياة يعني المفروض إنه إذا أنا بدي أتعامل بالطب أنا بدي أتعامل مع كل إشي اللي ممكن يسبب معاناة للإنسان أي إشي مسبب معاناة لازم نعالجه ورح نشوف عمليا إنه الأشياء الأساسية اللي موجودة من ناحية طبية إليها علاقة بالنفس يعني أي مشكلة أزمة نفسية إذا ما تحلتش ممكن تظهر كمرض عضوي يعني بعد سنين من البحث ومن التجربة وصلت لهذه النتيجة إنه ما فيش ولا أي مرض إلا غير ما نلاقي وراه في أزمة نفسية أو صدمة إلي الإنسان ما حلهاش وضلت معالقة عنده وهي الصدمة رح تظهر أولاً أو يعني قريباً أو بعيداً رح تظهر هاي الصدمة كمرض جسماني إذا ما فينهاش بس الإشار المنيح إنه فيه إنه وقت طويل وقت طويل يعني اللي ممكن إنه ننتبه ونحل المشكلة قبل ما يظهر المرض العضوي يعني ما فيش حاجة إنه نستنى تظهر مرض العضوي هاي اسمها مناعة المناعة الحقيقية اللي هي مش موجودة من ناحية طبية المناعة الحقيقية إحنا ما فيش حاجة مناعة بالمرة بالطب يعني ما نستنته الإنسان يمرض بعدين نروح للدكتور كم واحد منكم هو ساغل سليم راح عندي الدكتور وكله دكتور أنا جاي عندك عشان تمنع إنه ما يصيرش في عندك أمراض ما يصيرش عندك أمراض ما نروحش عند الدكتور نستنته نمرض وبعدين نروح للدكتور فعملياً أي طريقة مناعة مثل اليوم يقول في عنا مناعة ضد سلطان الثدي في عنا برنامج للمناعة على سلطان الثدي شو منساوي؟ نعمل ماموغرافيا كل سنة لحد ما نلاقي السلطان طب شو وهي المناعة؟ ما عملناش أي شي بالمناعة؟ أو بنعمل كولونسكوبية اللي هي فحص للمستان الغليل لحد ما نلاقي المشكلة لحد ما نلاقي السلطان كمان هذا مش مناعة فالمناعة الحقيقية لما منفهم أول شي كيف يصير المرض وكيف ممكن نحل المشكلة من المشكلة 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 أميرة؟ أميرة حلبي اتعلمت الموضوع وأنا يعني فخور فيها أنه خلصت كل والحدي من المشكلة أحبوا من أميرة أميرة نعم لا يساعد اتفضل تقطيع متأسف يعني بس ما انتعرضش عن نفسك وشو هو الوقت معك حق معك حق متأسف يعني ولا همك الحق علي مزبوط اسمي نادر بوتو انا من موليد الناصري تعلمت طب في ايطاليا وتخصصت بامراض القلب في اسرائيل في بيلنسون وبعدين اتخصصت في امراض القسطرة في فرنسا وبالوليات المتحدة واشتغلت ثلاثين سنة في بيلنسون في القسطرة وبخلال هذا الوقت وبنفس الوقت اللي تعلمت فيه الطب سألت الاسئلة الحقيقية كنا في درس تشريح جثة سألت السؤال يا ترى وين راح روح هذا الانسان واحد صديق اتلياني تعلمت في ايطاليا بكل شو شو روح هذا اشي مش موجود في عندك عمليات كيميائية بيو كيميائية لما بتخرب بصير المرض ولما بتخرب بصير يعني بتروح بصير الموت قلت يا ترى مع كل ملياردات الناس في العالم بيامنوا بوجود الروح كلات الغلطانين تب هتنا شوف شو من ناحية طبية كيف درسوا الروح وكالوا انه ما فيش الهاب وجود ايش منلاقي انه ما فيش عنا اي بحث عن الروح في الطب كيف ممكن انت تتيجي تنفي وجود الروح بدون ما تبحثها فمن هذا المنطلق بلشت البحث عن وجود الروح والبشرة الطيبة في النهاية انه في روح كل الناس بارف انه في روح ما عدد دكاترا والباحثين بفكروا انه فيش وجود للروح وهاي فكرة لشعوب بداية اللي بيامنوا بوجود الروح فبدون شك اذا بتسأل اي شخص بكلك انه في روح والسؤال هو طبعا نسأل سؤال شو الروح عمليا اذا منتطلع على الكون قبل ما نبلش بالجسد منلاقي الكون معمول من مادة معمول من طاقة ومعمول من معلومات مادة طاقة ومعلومات هدول الثلاثة اجزاء موجودات كمان عندنا فعندنا جسم وعندنا الروح وعندنا النفس هدول الثلاثة اجزاء احنا مش ممكن نفصلهن وانت بنفصله عمليا اذا كان الجسد ما فيش فيه روح منسميه جثة جثة هابدي بس لما بيكون فيه الروح ساعتها بيكون في عنا نفس وبيكون في عنا عمليا حياة بهذا الجسد فاذا نتطلع على مركبات الانسان نلاقي انه معمولة من جسد نفس وروح وهدولا ممكن نطبق المعادلة تبعات اينشتين اللي بتقول اي تساوي ام سي بريبوة يعني الطاقة تساوي الكتلة ضرب سرعة الضوء بالتربية ونطبقها على الروح تساوي الجسد ضرب العقل او ضرب النفس لانه بس تعمل العقل بسبب بسيط لانه كلمة نفس اللي مذكورة في القرآن هي عمليا الروح الروح الانساني عشان هيك بيكون في مرات خربطة لما تكون بتسمع النفس المطمئنة والنفس الراضية والمرضية والنفس اللوامة والنفس الامارة بالسوق فبحكوا عن النفس بهذا المعنى اللي هو الروح مش النفس اللي نفهمها بعلم النفس فمن هون عمليا احنا بنقول ايش الصحة وهون بجيب لكو تعريف الصحة حسب هيئة الصحة العالمية اللي عرفت صحة كحالة رفاهية كاملة جسمانية نفسية انا حطيت زدت بين قصين روحانية واجتماعية وليس فقط عدم انعدام المرض او عوارضه يعني مجرد انه انت مش مريض يعنيش انه صحتك منيحة نقول صحتك منيحة اذا كان في عندك رفاهية كاملة شو معلات رفاهية؟ رفاهية معناها انه الانسان حاسس انه بقدر يحقق طموحاته في الحياة مع شعور بالمحبة والسعادة والتحرر هاي هي الرفاهية هل انت اللي بتعمله بتعمله بمحبة؟ اذا بتعمل اشي بمحبة انت بكون سعيد في حياتك معلاته السعادة هي بس علامة انه احنا ماشيين بالاتجاه الصحيح ولما منحيد عن اتجاه هذا الصحيح شو بيصير؟ بصير انسان يعاني المعاناة هي يعني علامة مهمة جدا لانه نتيجة المعاناة شو بيصير معنا؟ بيصير ندور على طريقة لنطلع من هاي المعاناة بخلال هذا الوقت بنتعلم اشياء جديدة ونعمل تغييرات ونتطور من ناحية روحانية فاذا هيك احنا جايين على الحياة حتى نعمل عملية استكمال شو معنى عملية استكمال؟ عملية استكمال هي التقرب للكمال ان الدكتور كمال هون بارف منيح يعني كل ما تقربته للدكتور كمال تعمله عملية استكمال نتقرب للكمال الرباني الالهي النور الالهي الروح كل ما كانت عطاقة اكتر كل ما كانت مشابهة للنور هذا الفرق بين النار والنور النار بدها طول وقت مادة اللي تحركها حتى تكون تكمل وجودها بينما النور بخدش لنفسه ولا اشي يعني الفوطونات اللي هي جزيئات النور لما بتطلع لنفسها بتخدش ولا اشي فاحنا جايين الحياة حتى نتعلم كيف نكون فوطونات او جزيئات النور وكل ما كنا عطائين ومحبين اكتر كل ما كنا سعيدين اكتر فهذا هو مصدر السعادة وكل ما كنت عطاء اكتر كل ما كان عملياً بتقدم اكتر من ناحية روحانية وبصل للنتيجة انه في داخلي عملياً في الروح الحيواني الانانية اللي بتحب نفسها هي عملياً مصدر المعاناة تبعتنا فراح احكي عن الروح كيف معمولي من ثلاثة اجزاء في عنا الروح حيواني الروح انساني وروح القرين الروح الحيواني موجود عند كل الحيوانات وموجودة كمان عندنا الغريز الحيواني موجودة عندنا وهي مصدر الانانية يعني الحيوان بده لنفسه حتى يضمن كيانه انا بدي هاد الي وهي الي وهي الي وهي ارضي وهي مصياتي وهي بيتي يعني كل شيء له شو بسير بسير في عملياً حرب بين حيوان وحيوان هاد الي وهذا الي هاد الحرب الاقليمية عملياً هي حرب حيوانية كمان بين الحيوانات موجودة هاد الحرب ومستعدني يقتله واحد الثاني على التريطوريا تبعته وهو على الاقليم تبعه فالروح الحيوانيه الانانيه الي احنا جايين على الحياة مين انا الي بيحكي معكو اسه انا الروح الانسانيه الي جاي من النور الي بدها تتقدم وتعلم بدرجاتها حتى تصل لدرجات اعلى من النور حتى تقدر تتقدم ايش بحاجة بحاجة لتجربة بحاجة انها تحس على نفسها النقص حتى تتعلم ايش الاشياء الي لازم تعطيها لغيرها فمن هون عملياً انه انا الي بحكي معكو حالياً هي الروح الانسانيه الي جاي تعمل عملية الاستكمال الروح الحيوانيه بتموت يعني كيف الحيوان بموت وما فيش تناسخ او تقمص ارواح عند الحيوانات مش موجودة بس عند الناس موجودة يعني الروح تنقل من حياة لحياة وكل حياة بتلاقيها تقدمت بزيادة وكل حياة لما بتبلش الحياة هي بتبلشش من سفر بتبلش وين وصلت بالحياة السابقة فبتشوفوا انه المجتمع في تقدم مستمر طول وقت في تقدم لانه الانسان بيجي معاه كل المعلومات اللي كانت معاها بالحياة السابقة وكل المجتمع قاعد بتقدم يعني مش زي الحيوان الحيوان خدوا مثلا بكرة بكرة عزمان فرعون كانت تطلع على الحقل وتوكل وترجع وترجع وتجر تشتر 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 الأكل بعدما روحت على البيت تشتر 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 طول الليل وبعدين تتريح البكرة اليوم بتعمل بالزرط نفس الشي علماتش ولاي شي زيادة بتطلع على الحقل وتوكل وترجع وتشتر ما عملتش ازي شغلي اللي تتوفر على نفسها كل هذا الساعات وهي توكل الانسان من سنة لسنة بيلاقي حلول الأشياء اللي ما كانش موجودة بيلاقي في تقدم من ناحية تكنولوجيه فهي الأشياء عملياً بتصير لأنه الروح تيجي معها معلومات من حياة سابقة اللي تتراكم من حياة لحياة وتتقدم من حياة لحياة الجزء الثالث تبع الروح هو الروح القرين روح القرين بنضم للإنسان لما بعطوه اسمه اسم الإنسان واسم إمه بكرر نوعية القرين اللي مع كل إنسان والقرين هو عملياً المستشار تبعنا هو اللي بعطينا أفكار جديدة هو عملياً اللي بعطينا قوة البديهة هو اللي بعطينا الحاسة السادسة الحاسة السادسة لما تجيك فكرة بتقول واو شو هاي أبقرية يعني فكرة احنا نسميها مرات جهنمية يعني جاي من جهنم بس حقيقةً ليش بنسميها جهنمية لأنه قرين الإنسان من الجن قرين الإنسان من الجن الروح الإنسانية جاي من عالم الملائكة وقرين الإنسان جاي من عالم الجن ومش معنات لما كل جن بيعنيش شيطان لأنه فيه جن كمان مؤمن والجن بشكور بالقرآن بشكل واضح يعني اللي منخليش فيها شكوك بالموضوع بس أنا اتطرقت للعالم هذا للعالم الروحاني حتى أفهم أحسن كيف بشتغل هذا العالم التداخل بين عالم الجن وبين عالم الإنس وفيه تداخل مستمر لدرجة أنه فهمت أنه كل الأمراض العقلية البسيخياتريت يعني هي عملياً تأثير روحاني خارجي من عالم الجن على الإنسان وعلاجها هو تحرير الشخص من هذا التأثير الروحاني اللي ممكن يكون تأثير خارجي اللي منسميه وسواس وممكن يكون تأثير داخلي اللي منسميه تلبيس لما الإنسان بتلبسه الجن ومفوت فيه وبغير من شخصيته بغير من لغته بغير من طريقة حكيه حتى مرات بصل لدرجة أنه بعرفش أهله بعرفش حدا اللي قباله ليش؟ لأنه عملياً الهيئة الروحانية اللي فاتت فيه هي هيئة اللي هي مش نفس الروح الإنسانية اللي بتعرف اللي حواليه هي هيئة من عالم الجن والعلاج تباحها هو مختلف ورحينشوف أنه ملوش علاقة بالغسيل الطاقة على فكرة يعني شفته بالمكتوب غسيل الطاقة هو عملية غسيل الطاقة مش الموضوع نفسه غسيل الطاقة هو بس طريقة علاجية ورحينشوف اليوم كمان طرق علاجية تاني اللي طورتها اللي عن طريقة ممكن نحل مشكلة بسرعة يعني بدون ما نأخذ وقت ثلاثة سنين نعمل تحليل نفساني نروح للسيخولوج حتى نحل المشكلة ممكن نحل المشكلة بعشر دقائق وتنحل المشكلة نحن لقينا إبري من هدولو ولا؟ نعم نعم نحن نشوف إذا في حد عنده مثلا بخاف من الدم أو بخاف من الأبار ممكن نفرج كيف نحرره بشكل مباشر أو أشخاص اللي بخافوا من الماء مثلا بخافوا يغرقوا أو بخافوا من الموت بنحررهم كمان نشوف إذا فيه شخص اللي ممكن يتعاون معنا نحن نفرج كيف العلاج طبعا إذا الشخص الموضوع اللي بحكيكو عنه ممكن لأشخاص معينين يبين وكأنه على أي أساس أنت بتحكي هل هذا إشي إلو أساس علمي؟ أنا بأقول لكم إنه الحمد لله نشرت عدة مقالات في الموضوع اللي هي مقالات علمية وفي هذا المقال فوتت الطابع الروحاني لعلم النفس الطابع الروحاني لعلم الناس وأثبتت إنه مش ممكن نجل نشرح ما هي النفس بدون ما نأخذ بعين اعتبار الروح ومنفس القدر راح أفرجيكم كمان مقال تاني اللي أخدت الأزمات النفسية وعملت بمثابة خارطة على جسم الإنسان مع كل العضاء مع كل الغدد الموجودة اللي بنعرف كل أزمة إيش العنوان تبحها في الجسم لدرجة إذا فهمنا إذا عرفنا شو المرض نعرف شو الأزمة الإنسان مركها وبعطيكم كمان الإمكانية إنه تقدموا مشاكل معينة وأنا أقول لكم إيش الأزمات اللي مركتوها فمن هنا عمليا إحنا بنطلع على مركبات الروح اللي معمولة من ثلاث أجزاء وهي دول ثلاث أجزاء لما فهمناهن بهون علينا إنه نفهم تصرف الإنسان من أي مصدر جايه يعني لما مشوف إنسان أناني بنعرف إنه الروح الحيوانية هي السايدة عنده بده لنفسه لما مشوف إنسان محب فالروح الإنسانية هي السايدة عنده وكلما الإنسان تطور من ناحية روحانية كلما الروح الإنسانية بينت أكتر كلما صار محب أكتر وكلما كان سعيد أكتر في حياته فالسعادة عمليا إيه لها علاقة كمان بالتطور الروحاني ما لهاش علاقة بالطابع الديني فيه فرق بين الطابع الديني والطابع الروحاني الدين في الأساس الهدف من وراه إنه يعطينا الإمكانية إنه نتقدم من ناحية روحانية عن طريق الدين بس هو صار قلبوا الدين لهدف بدل ما يكون وسيلة اللي تكذبك من ناحية روحانية صار هدف وكل من مش بدينك صار عدوك بس هذا مش الدين عمليا هذا بيكون الروح الحيوانية هي السايدة وبصير يعمل خلافات يعني إقليمية نتيجة بكل أنت من المجموعة طبعته أنت تقدر تحميني أنت مش مجموعة طبعته ممكن تكون عدو طبعي الروح الإنسانية كلما الإنسان كان الروح الإنسانية عنده متقدم ومتطوره أكتر ببطل يعمل هاي الفروق بصير كل إنسان بتطلع بالنور الرباني اللي موجود في روحه فبتطلع عليه بنسميها بالإنجليزي كومباشن كومباشن معناها الرأفة حلو هاي الرأفة الرأفة هاي حبناها مش الرحمة بالرحمة في إشي والرأفة إشي تاني الرأفة لما أنا بشوف الهيئة الرباني في داخل إنسان لك بالي ويتفاعل معها حتى قويها فيه وحتى يكون فيه عنده وعي وإدراك للهدف الحقيقي لوجوده في الحياة روح القارين بمشي حسب مين السايد بين التنين إذا السايد الروح الحيوانية بمشي معه وبصير الفوت له وسواس بزيادة حيواني إذا كان الروح الإنسانية هي السايدة بصير يشطل مع الروح الإنسانية ويجيب له أفكار جديدة إختراقات بيجيب بديهة بيجيب عمليا تجديدات حتى من ناحية تكنولوجية حتى من ناحية علمية فكلما كان الإنسان متطور أكثر كلما كان يصبح عبكري عبكري من أين جاء كلمة عبكري؟ من عبكري؟ من عبكري؟ ملك من ملوك الجن الذي كان ومازال فيه عنده اختصاص بأمور الشعر يعني الملك عبكري هو عمليا مختص بأمور الشعر لما في الماضي في الزمان الجاهلية كان يجيب شخص يجيب شعر بمستوى عالي يقولوا كنك رايح على وادي عبكري كان يروحوا على وادي عبكري يعملوا خلوة ومن هناك يستلموا يعملوا الاتصال مع ملك عبكري ويجيب له الشعر بمستوى عالي فمن هون أجد كلمة عبكري اللي هو عمليا جن فالعبكري هو الروح القارين يجيب له أفكار عالية يسميها عبكري حتى بالإنجليزي يقول جينيس فيها جن وبالعبران يقول جاءون جاءون جاي من الكلمة جان اللي هو جن اللي هو عمليا نرجع لنفس النقطة اللي الروح القارين تابعنا هو جن ومن غير الفكرة التبعتنا إنه مشكل جن هو عاطل حς لأنه في فكرة سايدة بين الناس نحس... نحس أنه إذا كان الجن يقول أنه أعودوا بالله من الشيطان الرجيم منيح ستكونها أو أن يقولون من القرية ولكنه أعني Euh... القريةكغل في الغ Lisa أعودوا بالله من الشيطان الرجيم لهذا بعضіт 사روع القرية الإنسان تلبس أن الإنسان ففسر فإنه نايم قال ي parlé و testimony وقال truth والشغلات اللي هي غريبة. وتاني يوم الصبح بيقوم بتذكرش اشي. ليش محله كان قرينه. استعمل اي طريقة اللي بتطلع الجن بتشتغلش. لانه القرين تبع الانسان مش بالضرورة شيطان. اذا كان شيطان مروح. اذا استعملت ايات قرآنية مثلا اية الكرسي قوية جدا لما نشوف انسان في عليه تأثير روحاني نستعملها بالعلاج. ومش بالضرورة تكون متدين حتى تستعمل القرآن. نستعمل القرآن كوسيلة علاجية اللي بتطيب الشخص. فالطب الشامل الموحد بيأخذ اي اشي اللي ممكن يساعد ونستعمله. من هون يعني اجا انه احنا من واحد الاشياء بشرط انه في بعطينا عمليا الاساس. فعمليا الطب المتكامل هو طب الشامل واحد هو متكامل بيشمل اشياء كلاتها بدمج بين الجسم والنفس والروح. وهو بحط الشدة على الجانب الوقائي. يعني بيعمل وقاية عن طريق تحرير الازمات النفسية اللي في النهاية تظهر كامراض جسدية. وهيك احنا منحصل على الرفاهية الجسمانية النفسية والروحية. كل الرفاهية عمليا بتخلي الانسان عايش وكأنه جار في نهر المصير طبعه. لما انت بتكون ماشي في نهر المصير طبعك ما فيش حاجة تعمل جهد كبير. يعني بجهد قليل قعد بتتقدم كتير. ليش؟ لانه كل القوى الكونية معك. القوى الربانية معك. ومن هون بيجي الاساس بالايمان. الإيمان بالله حتى قلت بدون ما تكون مدين مهم حط إيمان في قلبك. هذا الإيمان بساعدك. وكل الأبحاث العلمية بتدل إن الأشخاص اللي عندهم إيمان بيعانوش من الأمراض عندهم صحتهم تكون منيحة. يعني فيه علاقة مباشرة بين الإيمان وبين الصحة كمان. وكلنا أي إشي اللي ممكن يعطينا الصحة منيحة إحنا نتكبله. ومتطبكه. فعملياً هاي الطريقة بتتمركز بالصحة والشفاء وليس فقط بالمرض والعلاج. إحنا بدنا الصحة وبدنا الشفاء. يعني أجا شخص عند الدكتور فحصله ضغط الدم عنده ضغط دم عالي. شو سواله؟ قالوا خد هاي حبة الدواء على طول طول حياتك راح تكون مع ضغط دم عالي. وين الشفاء؟ فيه الشفاء؟ راح لك عنده أخذ فحص الدم لك عنده سكري. خد هاي الأدوية وخليك مع السكري كل حياتك. راح عنده ولاك في عنده مشكلة بالمفاصل. قالوا خد هاد الدواء ضد الالتهاب وخليك مع مشكلة طول حياتك. طب يا ترى أنا أتعلم الطب عشان عشان يكون يعني أخلق أمراض مزمنة إذا فيه أمراض مزمنة معناته الأمراض مش قادر أعالجها ولا أجيب أجيب الشخص للشفاء. فيه مشكلة هون. وين غلطنا؟ ولازم نسأل السؤال وين غلطنا بالطب؟ الطب الحالي قاعد بيزيد من الأمراض المزمنة. من أمام المزمنة. اللي كمان سنتين يعني بالـ ٢٠٢٥ سنين. نص الأشخاص في العالم في العالم المتقدم راح يكون عنده أقل شيء مرض مزمن واحد. يعني كل ما تقدمنا بالوقت كل ما الأمراض المزمنة زادت. وهي علامة إنه إحنا من ناحية طبية مغدرناش نعالج المرض. هل أنت بجعنى لورا؟ لا، ما جعلاش لورا؟ لا، ما جعلاش لورا؟ عملياً، بقول هل أنت كطبيب، بسألوني هل أنت طبيب، مع أنتوا بتعترفش بالطب؟ بقولوا لا، أنا كطبيب بعترف بالطب أجى عندي واحد عنده نوبة كلبية، بعمله كسطرة، بفتح له الشريان، بعمله غسيل طاقة بالأول بقول له تعال نفتح الشريان وأنا أعمل له القسطرة بقول له شو صار معك بسنة الثمانية وتمانين مع مرطك بقول لي دكتور مرطي حكت معك بقول له لا ما حكتش ما شفتش مرطك هي هنا قال لا طب كيف تحكي معي أنت أجيت اليوم مع نوبة قلبية أجل شخص أمره 26 سنة مع نوبة قلبية شريان واحد مسكر اتضح أنه لما تجوز حاولوا أن يخلفه ولجحوش أهل مرطه قالوا عنه أنه عاكر لا مش عاكر قالوا عنه أنه امبوتينت يعني عاجز من ناحية جنسية إذا هو ما كانت عاجز من ناحية جنسية من ناحية جنسية كله تمام إذا مرطه بداما تقول لا هو مش عاجز ما كانت عاجز لا تغلش لا تنافع صار بينه وبين مرطه حيط عاطفي اللي يعني غضب منها بدوش يسمع منها وصار فيه يعني انفصال عنها من ناحية عاطفية إذا هذا الإشي بيّن بعد أربع سنين وين بيّن بالشريان الأمامي اللي له علاقة بس بالنسوان ها لا الشريان اليمينة إلو علاقة بالرجال إن كان أبو إن كان سيد إن كان أخ اللي ماتوا يعني المرض الكلب مرض الكلب أبقول لكم هاي يعني هاي المعلومة بقول لكم عنها بعد ثلاثين سنة وأنا بشتغل في أمراض بفتح الشريين وأنا أحكي مع المرضة ولقيت إنه فيه علاقة مباشرة بين الشريان اللي سكروا مع مين كانت المشكلة صار فيه أزمة انفصال عن شخص عزيز هذا اللي بيسيب القلب والشريان الأمامي النازل هذا اسمه LAD بالنسبة بنصاب لما بيكون فيه أزمة انفصال عن وحده ست بينما الشريان اللي بدور حول الكلب من ورا هذا إلو علاقة بالم بالم والشريان اليميني إلو علاقة بالأب أو شخص ذكري آخر عزيز اللي نفصل عنه بسبب أو بآخر مش بالضرورة ليش رحين نشوف إنه لما الإنسان بعيش أزمة كل واحد يعبر عن أزمة بشكل مختلف وكلما كان إنسان عبر عن الأزمة وحررها مع إنه ممكن تكون أكبر أزمة في العالم بس حررها في داخله تتريح منها إذا كبتها أو ضلت معلقة معاه يعني أي إشي صغير بقاعدوا تذكروا بصير يعيط بصير يعاني منها ساعتها بنقول إنه الأزمة معلقة معاه فمش كل إنسان اللي بمرك أزمة بمرض من هون بيجي قديش أهمية إنه نعلم الأشخاص يعبره عن نفسهم من ناحية عاطفية إذا عبرت عن نفسك وتحررت ما ضلش فيه إشي في كلبك تحرر وتمشي وتطلع لك الدام وتستنى الأزمة الجاية هنا فوتت العلاقة بين الأزمة النفسية والأمراض العضوية وهاي عمليا بتصير عن طريق الربط بين سبع مراكز الطاقة مع سبع الغدد اللي بتفرز الهرمونات في الجسم وسبع مجالات الحياة فالمجال الأول له علاقة بالإقليم وبالمادة بالمصاري وين بتصيب بتصيب المركز الأول له علاقة بالغدة الكذرية وبالكلاوي يعني أي شخص اللي في عنده مثلا حصة بالكلاوي كانت في عنده مشكلة من ناحية مادية فبتكون شو العلاقة بين الحصة بالكلاوي والعلاقة المادية تصوروا في الماضي شو كانوا يستعملوا حتى يزينوا الأشياء اللي بيعوا ومشتروا حصة يحطوا حصاوي هو كان الوزن العيار العيار كان معمول من حصة من حجار حتى بالإنجليزية لما نكون حصة نسميها كالكولوس كالكولوس معنى حساب وهي نفسها معنى حصة ومن حصة لما نكون حصة لما نكون حصة مع الحصة لما نستعملها يعني كل مرة حتى الحيوانات تستعمل البول حتى تتعلم الإقليم تبحى بتقول هذا إليه وهذا إليه وهذا إليه فبتعلم من ناحية مادية من جهة وبتعلمه حتى من ناحية جنسية من جهة ثانية بالإقليم ممكن يكون فيه جنس وممكن يكون فيه مادة وإذا كان المشكلة إليها علاقة على الجنس يصيب المركز الثاني ما اللي له علاقة بالمثان البولي والمثان البولي تنصاب لما يكون فيه توتر الجنسي يعني كل إليه يعني ليدا يحميه من التهابات بالعنوانية أو سيف crash يحميه من أمراض من المثان البولي معناته مرق عليهم أزمة جنسية اللي محلوهاش ممكن حتى يمارسوا الجنس بدون رغبة ممكن يكون بده يجنس ومش غادر كمان هاي أزمة وممكن يكون فيه مثلا اغتصاب في الماضي هذا بيكون معلك ويعني مدام المشكلة معلكة بتأثر وتظهر مرات بعد حتى 40 سنين دعوني لقسم الأمراض الداخلية الأمراض الداخلية في مستشفى مركز رعب في بيت عفيدفا أنا بشطل هناك في مركز القلب في قسم القلب فبدعوني حتى أعطي استشارة قبل ما يعملوا عملية جراحية إذا كان فيه شك إنه ممكن يكون فيه مشكلة بالقلب فدعوني مرأة عمرها بحدود السبعين سنين بتقول لي في عندها سلطان بالمبايد بقول لها أكم ولد عندها بتقول لي ولد واحد بقول لها أكم ولد فقدت في حياتها طلعت هيك بالكرت تباحها بتقول لي ولا واحد بقول لي مش معقول مش معقول إنه ما فقدتش أي ولد أو ما يشابه الولد وعندها سلطان من ناحيتين بقول لك شو يعني مش معقول وين مكتوبة هاي المعلومة بقول لها فيه كتاب اللي انتشر في إيطاليا مكتوبة فيه هاد الاشي بلسا ما قلت لهاش مين كتب الكتاب لأنه إذا قلت أنه أنا كتب الكتاب ملهاش قيمة أما إذا واحد من برة خارج لبلاد بقول لها أكم ولد عنديك تقول لي ولد واحد بقول لها أكم ولد مات لك مباشرة نفجط بالبكة وصعدت تعيت وتقول فقدت ولدين بقول لها وين تا كانت هاي الاشي بتقول لي قبل عربين سنين قبل عربين سنين فقدت ولدين وبعدها بتعيت عليهم تب تقول تب ليش بعد عربين سنين ظهرت المشكلة ومش قبل بايش بتعلق بالحيوية تبعت الإنسان كل ما كانت الحيوية أكبر كل ما كان ظهور المرض كان بعد وقت أطول وكل ما كان البطارية فاضية أكتر كل ما المرض ظهر بكير فمن هون تيجي أهمية الحيوية كميش الإنسان البطارية عنده مليانة إذا بتكون الصبح فش عندك رغبة وبتلاكي حالك تعبان وعندك نعسان بعد الظهر ما بتلحكتوك ولا أنت مش غادر تصمد أو عندك أوجاع راسه خصوصاً بنهاية الأسبوع لما بتكون متريح الأشخاص اللي عنده نوجع راس يوم السبت والحاد لما بتريحه هاي بتكون البطارية عندها الفاضية أو عملياً بنفرقها عن وجع الراس الإنسان اللي عنده من نص الأسبوع نص الأسبوع يعني لما بتروح على بتريح تلاكي وجع الراس صراحة عنده أو عند المرأة مثلاً وجع الراس بزيد مع الدور الشهرية مع العادة الشهرية لزيد وجع الراس معناته عندها الحيوية واطية ومن هون بيجي أهمية الحيوية كيف نعرف إحنا أي مركز من هدول المراكز المسكري هون تيجي الحاس السابعة اسمحتوا الحاس السابعة؟ مرافع ليك مرافع ليك أنا بعرفه كمان الحاس السابعة عملياً إمكانية أنه نحس نأخذ معلومات من الشخص بدون أن نسأله أسئلة كيف الحاس السادس بتجيك بديهة؟ بس البديهة مش دائماً تيجي مرة تيجي مرة تيجيش بتفيقي يوم من الأيام هيك واو أجع بالك صديق اللي صد لك عشر سنين مش شايفه شوف الشنس بنفس اليوم تلقي فيه شو هذا؟ يعني جانب بديهة أنه أنه أشوف هذا الشخص فمرات تيجي وعدة مرات تيجيش فما فش إلنا سلطة على كوة البديهة بينما الحاس السابعة شو بساوي؟ باجي هات نشوف مين بده نبحثه رفع إيدك اليمين رفع إيدك اليمين فنأخذه الحاس السابعة لا يوجد شيء لوجوده جسمانياً هنا ممكن أن يكون هناك وممكن أن يكون بالتلفزيون شاهدوا بالشاشة وهو قاعد في أستراليا لماذا؟ لأن المعلومات مش محدودة من نحة المكان ومن نحة الزمان شو من ساوي؟ أنا بأخذه قدامي هون وبمرق إيدي عليه زي ما شايفين هون المراكز بمرق إيدي على المراكز وين في تسكيري عناي بتصير ترمش لحالها فبعرف وين في تسكيري بما أنه بعرف العلاقة بين المركز وبين الأزمة لإنسان مركها فبنعرف إيش المشاكل اللي مركت عليه طبعا بعد إزناق يعني إذا في إمكانية إنه أحكي إيش أشياء يعني مهماش؟ خلص مسموح الإسم سعيد تحمل 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 سعيد سعيد ماذا؟ ماذا؟ اسمع كنت بيوم ستين انتبه أه وأنا صحاب على قيد انتبه مع الوقت أهلا وسهلا فيك شوفك ماذا؟ عمليات هيك الاشي اللي ضيكك لمدة طويلة انك تلاكي الطريق تبعك يعني حسيت انه بتدور على شيء اللي تابع إليك يعني نشوف المصير طبع الإنسان سكر لك المركز السادس المركز السادس خلينا نشوف الطريق المصير يعني الأشياء اللي هي ملائمة للبرنامج اللي أجيت معاه في الحياة كل إنسان منا جايب مع برنامج وهذا البرنامج عمليا إذا لقيته واتصلت معاه بلاقي الأشياء ماشي معاي بسهولة إذا ملكتوش بلاقي الصغبات في الحياة فالمركز السادس كمان له علاقة في خيبات أمل اللي رجعت عنافسها عدة مرات كنت متوقع من أشخاص أنه تأخذ أشياء معينة لنفسك وما صرت إش صرت خيبة أمل أول مرة أو تاني مرة خيبات الأمل اللي ترجع نفسها جاي عشان تعطينا إمكادية تانية حتى نمرك الامتحان اللي ممركناهوش في الماضي يعني الأشياء بتعيد عن نفسها مش ضدنا جاي تساعدنا كأنه بعطيك مواعيد بيت ومواعيد قيميل يعني بعطيك مواعيد تاني اللي تقدر تحل المشكلة الأشياء التاني في عندك خوف الليه علاقة بالجسم وممكن تشوف هذا الخوف من الجاي في الماضي بفحص لك إياها وفي عندك كمان العلاقة مع الوالدي كانت كثير قريبة العلاقة مع الوالدي قريبة لدرجة أنه وكأنك ضليتك مربوط بحبل السرة مع الوالدي تبعتك يعني ما وصلتش لدرجة تقول أنا اتتكت وصلت بالغ ومفصول من ناحية عاطفية ضليتك من ناحية عاطفية مربوط فيها مربوط فيها وهذا الشيء يبين فيه وكأنه حبل السرة بعد موجود معك والمركز الثاني الليه علاقة بالطابع الجنسي اللي ما فيش حاجة نحكي عنه الليه نحكي عن المركز لا نحكي عن المركز الثالث أهوان أهوان لا المركز الثالث الليه علاقة بالخوف خلينا نشوف شو صار معك في الماضي احنا اليوم الفين واثنين وعشرين برجع ورا لورا بالسنين حتى نشوف وين تصارت عنده المشكلة اللي سببت الخوف ها الفين واثنين وعشرين الفين وخمستاش الفين وعشرة الفين وخمسة الفين الفين ما فيش الفين وواحد الفين واثنين الفين وثلاثة الفين واربا بين الفين وثلاثة واربا يعني قدي كان عمرك المشكلة اللي عندهم تسكير بهذا المركز في عندهم مشكلة بالزاكنة كمان قديش نين وعبين سيني كان عمرك ها كانت فترة زمنية مهمة بالنسبة لك اللي كنت المفروض تعمل فيها تغيير صار في عندك حدث اللي خفت منه ممكن تكون حدث طرق ممكن تكون مرض ممكن تكون اشي اللي حسيت انه فيه تهديد على جسمك مش مضروري انه صار فيه ضرر اما كان فيه خوف انه شير ضرر تتذكر تتذكر للفترة الزمنية هاي الفين وثلاثة شو كنت تعمل بايش تشتغيل بايش تشتغيل بايش تشتغيل بالشحل بالشحل تتذكرش انه صار معك حدث اللي ارتعبت منه صار فيه رعبي أبداً ولا مرة صار معك رعبي من الشغل مش بالشغل مش بالشغل بالفترة الزمنية هاي صار فيه عندك ممكن يكون حتى خوف على شخص عزيز عليك اللي صار فيه عنده مرض او صار فيه عليه يعني اي خوف اللي له علاقة بالصحة بالجسم ممكن يسكر هذا المركز ممكن يشغيله إلا لحدا قريب منهم آه ممكن ممكن مفيش حدا قريب عليك من ناحية عيلتك مرتك مش معك بحاول أفكر آه لأنه عادة لما بيجي عندي الرجال صعبين بتذكروش فبخلي دائما ما بيجي عندي الرجل للعلاج بسأل المرة مش للزلمين آه آه إيسا إيش اللي منيح إنا إنه حتى لو الشخص ما تذكرش انت عملت غسيل الطاقة مضبوط مرتين مرتين بغسيل الطاقة تطلع معاك أشياء عاطفية عشان نجل مواطع حكيناها صحيح آه كان اشي مسكر جدا 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 انا حسنت حاجة بكاء شديدة جدا مرتشت ما افكسي تهدفني زمائع بشكل يعني 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 إسا تذكرت أشياء اللي طلعت معاك اللي ما كنتش نفكر إنها موجودة عندك آه لما طلعت صرت معروفة وتذكرتها السؤالي إذا لما رحت على العلاج فكرت فيها إنه ممكن تطلع معا آه 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 مرة واحد عملت وتحرق المسابة المسابة ماذا هو المسبب؟ المسابة بلع عائلية المسابة و هذه المشكلة عمليا أي عاطف سببت لك؟ المسابة المسابة هنا أنا شو أسأله لما بيجي واحد بعمل غسيل طاقة بيطلع معاه عواطف اللي ما كانش حتى متوقع إنها موجودة عنده وحتى لو كان متوقع ما كانش متوقع إنه إلها هايلها أهمية يعني بيجي إنسان عندي للعلاج لشغلة معينة بيطلع معاه خمس شغلات بيطلع معاه خمس شغلات اللي بيحررها عمليا وتطلع معاه بشكل عفوي وبتذكرها لما بتطلع معاه بتذكرها لأنه عارف إنه صارت معاه أما قبل ما يفوت على العلاج ما كانش متوقع إنه تطلع معاه وهذا الإش المنيح اللي بيفرق عملية غسيل الطاقة عن العلاج عند الدكتور نفساني عند الدكتور نفساني أنت بتتذكر شو المشكلة اللي موجودة عندك ودكتارش شو المشكلة و تقول له عنده هاي المشكلة بنا نحلها غسيل الطاقة بيطلع معاك شغلات اللي ما فكرتش فيها بالمرة وفرجيكو أكمل فيلم هنا عمليا بتشوفوا كيف الشخص حتى ممكن يعيش أزمات نفسية مش من هاي الحياة وبتشوفوا رد الإنسان بتذكرها منيح لكن قبل ما فرجيكو الأفلام فرجيكو زي حالي اللي ممكن كيف نستعمل طريقة طريقة علاجية اللي بسميها بالإنجليزي فيل فاست ايموشنال الابوريشن اند ليبريشن يعني طريقة علاجية عاطفية سريعة عند الإنسان في عنده مشكلة معينة بدال ما أجل حلل من ناحية نفسية ونحكي عن الموضوع ونحل المشكلة من روح مباشرة من حل المشكلة عن طريقة الروح فمثلا مين منكم في عنده خوف من الدم أو من القبر لانه في عندنا إبري ممكن نستعملها كيف يصل عندك الخوف؟ خمس سنين خمس سنين إذا بفرجيك إبري بقول لك دغزك إبري كم تسبب لك الخوف من واحد لعشرة؟ تسعة شو لون الخوف؟ إذا بتفكري ان الخوف له لون شو بطلع لونه؟ أخضر وين بتحس هذا الخوف؟ يعني إسا فيه وين إبري معك؟ تعالي 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 شو علينا؟ احنا نفس السعب عادي اه الاسم؟ ماية ماية؟ شعب كان في أمريكا قبل لكن الكلمة ماية جاي من هندية هيا الابري ما قديش بتخوف؟ ما قديش من واحد لعشرة قطة تسعة؟ خطة هون لحد ما تتحرري ما دكيش الابري إذا بتقولي إنه بعد فيه خوف تفكنا؟ ماية معناها أشليا يعني وهم ماية ماية اللي بقوله عن الحياة هي وهم يعني إحنا عايشين في وهم لأنه الحياة الحقيقية هي مش بالمجال المادي هي بالمجال الروحاني ها قلت تحسل الخوف في جسمك؟ بأي منطقة؟ عند ضغطك أنا أحس بس كمان هكا تذكر دعمك تخيل دعمك مش إنه يروح معايا لا تتعرفين من نجاة هاتا نشوف من نجاة أول شيء بأحافظ منلاقي المركز الثالث هو المسكر المركز الثالث وعلاقة بالخوف من الضرر الجسماني زي ما شفنا عند الأخ هنا كل ما فيه خوف من ضرر جسماني المركز الثالث بسكر نشوف أي سنة صارت عندك نحن 2022 2015 2010 2011 2013 2014 2014 يعني قبل 7 سنين 8 سنين كان عندك الخوف قبل 8 سنين ولا صار بعده بفكر إنه كيف أنا وعي بعد بعده إنه من 5 سنين ليسه بلش يعني هاي السنوات تتذكري صار فيه عندك حدث اللي خفت منه إنه يعمل لك ضرر ممكن يكون وقعة ممكن يكون مرض ممكن يكون ممكن يكون بس أنه أنا صغيرة وقعت يعني بس ما صارش فيه ضرر ولا أي شيء أما بتتذكري شبه الفترة الزمنية اللي صار مثلا تقريبا عملت حادث بيت طرق أو شفت قدامك شيء اللي خوفه فيك أنا أذكر إنه صار فيه مش ما وصلش لهيش الحال أما زيك رعبة آه شو صار كانت صار فيه حال يعني شو صار اللي وقفت ونصف طريقه وبرش شفت غمضت عني يعني وصيرات مراقمة حوالي فكرت يعني أنه تفوت فيه مين آه هاي يمكن قبل سنتين يمكن إيج هاي جديدة وقبل لو راب تتذكري شيء لا بس أنا صغيرة يعني وقعت ومور وزر من الداخل وين جرحتي ركبك في ركبين ها حسنا حتى لو منعرفش بشكل دقيق السبب ممكن نحرر شو منساوي منفتح الخط طبع القلب يعني بإيدك اليمين عيدك الشمال ساوي هيك أيوة ساوي هيك خد نفس غمية ألقط نفسيك لا ألقطي طلع نص نفس نص نفس طلع طلع كل النفس وكملك خد نص نفس طلع كل النفس غمض عيونك فتح عيونك طلع الناحة اليمين بعيونك بس بعيونك بدون راسك أيوة كملك هون طلع نحة الشمال طلع على أصبعي دور عيونك طلع هون طلع 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 ملع طلع هاي عملناها عشان نفتح المناعة اللي موجودة عندها وتقول أنا نفتح القلب فتحنا الخط على الكلب اللي هو مصار الكلب فراح فارجيكم خطوط المصارات المريدياني الصينية اللي بحطوا عليها إبر صينية إذا نستعملها من ناحية نفسية نفتح الكلب وكون جاهزة أنه إياش تتحرر إذا في عنا إمكانيتين يا إما أنا أحط إيدي على المركز الثالث وعن طريق التهديد وكأنه أنا بهددها منشوف كيف الخوف اللي عندها بنزل بشكل تدريجي ومنشوف كمان كيف الألوان تتغير بشكل تدريجي لحد ما تتحرر جاهزي لهذا الشيء؟ خلص هات نشوف المركز التالت هون خد نفس غمية كمان بوجع عملياً إيش؟ بتحس وكأنه في تهديد على جسمها وكأنه في خوف أنه سير في ضرر عليها بوجع في وجع حتى استفكلي بالإبري بهاي اللحظة من واحد لعشرة كبديش في عنديك خوف منها؟ بهاي اللحظة بوجع عملياً نفس عليك كبديش من واحد لعشرة في عنديك خوف من الإبري بهاي اللحظة؟ خمسة خمسة، ما اللون؟ اللي بيجعباليك؟ احمر احمر قد نفس بنوجهها كمان شوية صغيرة عمليين شو أصيب أنا وين الخوف موجود في جسمها؟ إسم من واحد لعشرة كبديش؟ ثلاثة ثلاثة شو اللون؟ أصفر أصفر ممتاز إسم تحسد رجة في جسمها حاسة؟ موجع في وجع؟ الوجع عليك النفس عليك إذا تحب تصفرني، تخبرني لأن هناك دكتور تحب تغيب اي شيء؟ حاسي حام حام حاسي حام فاكلة بالابري من واحد العشرة قديش السافي عندك؟ خوف قديش؟ قديش؟ في خوف؟ خفيف قديش من واحد العشرة؟ بعدنا خلصناه خفيف بتقول قديش يعني؟ واحد ربع؟ ولا فش بالمرة خفيف شو اللون؟ اذا في لون؟ ابيض ابيض ممتاز ابيض ممتاز شوفي هاي الشيخ الخفيف اللي بدل عندها طلعوا كيف منطلحها نمسك هون شوية صغيرة قديش السافي عندك خوف؟ قديش؟ سافر حاسي رجي هاي الرجي معنى فتح محط طاقة وماشي هات نجرب نشوف اذا في عندك خوف من الابري ولا لا تطلع عليها شو بتسوي لك؟ تسوي شي؟ بتحب نخليها يعني كتذكار تسوي كيف نكون متأكدين انه هذا الخوف مايرجعش بكرا؟ شو منسك؟ الرجي منيحة لانه فتح معك هون كان الخوف لما بفتح الخوف اصير فيه رجي بجريها وكل جسمها الرجي عمليا بالدل انه الطاقة فتحت معك واذا بحط ايدي على صباحك الرجي بتزيد تشوفوا كيف الرجي بتزيد حاسي؟ حاسك كيف الطاقة ماشية معك؟ كيف؟ ماشي شوفوا كيف الطاقة ماشية ماشية اذا فيه محرم يمكنك من الليلة طلع عليه شو بسوي اليك؟ ايش بساول كل اشي سوي اشي اشي يعب تشوف الدام؟ قدامها اسلامه ديك حسنا هذه الرجي منيحة وراح افرجيكم الافلام كيف لما بفتح الطاقة بصير الانسان رجي عنده في جسمه حتى بغسيل الطاقة كل جسمه بصير الرج لماذا بنتي يرجي هاي؟ من جريان الطاقة وكان نحو وصلناها بالفيوز ها؟ اول مرة اصير مائك اول مرة ورا مرة صار محر مش ماشي كين اسا طالعا كيف تلوج؟ وكليات اللي عملناها شو صوينا؟ بس فتحنا تسكيري اللي كانت موجودة عندها كيف نكون متأكدين انه بكرا انه مرجعش عندها شو منساوي احنا؟ نعمل سيد شو بالعربي؟ حفظ حفظ الاشي اللي عملناه نعمله حفظ كيف نسويها طلعا تساوي بيدك اليمين عيدك الشمال تساوي هيك؟ لا بس هاي المرة وين نعملها؟ على المصران الرفيع المصران الرفيع هو العضو اللي بفرق بين الاشي الطاهر ومش طاهر الاشي المزبوط ومش مزبوط المصران الرفيع هو اللي بنتص الاشياء اللي الجسم بحاجة إلها احنا اسمنا كلها لجسمها وانا كل الروح تبعتها اللي عملناه هو اشي مزبوط شو بتساوي؟ ساوي هيك خد نفس غميك قل كطة نفسك قل كطة نفسك طلع نص نفس طلع كل نفس خد نص نفس طلع كل نفس غمض عيونك طلع ناحية اليمين دور عكسية كم لي هنا كم لي؟ كم لي؟ كم لي؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كم لي؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تملي معاك قل لي؟ تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك لو حتى بعيد عني في قلبي هواك هواك تملي معاك تملي في قلبي وفروحي وانا وانسا تملي معاك اشتراك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك ما قلنا؟ رحنا مباشرةً عن طريق الروح هذا علاج لا يوجد علاقة بالنفس تعني ، نأخذ المشكلة ، ونفتح بالمشكلة ، ونفتح التسكيره، وبعدما فتحنا التسكيره اللي بنعمله منسجل الأشياء اللي صارت مثلا شوفوا هنا هذا المصاري الطاقة تبع الريات هدولا مسارات الطاقة اللي بحطوا عليها إبر صيني ها إستحنا نستعملها مش حتى نحط إبر نستعملها حتى نسجل المعلومات وكانها قنوات اللي بتوصل مع الروح ويغير المعلومات اللي موجودة في الروح لما الإنسان بغير المعلومات اللي موجودة في الروح بطل موجود عنده في النفس المشكلي في إمكانية ننأخذ مشكلة معينة نشوف إذا في هاي الناحى اليمين عمليا هو إلو علاقة بالمصران الغليظ الأشخاص اللي عندهن خوف من النقد شو بساوي عمليا كيف بنت قد الشخص الثاني بستعمل الإصبع شاركين إصبع تبعات النقد قلتلك لماذا عملت هيك؟ ولا مرة من شوف واحد بنت قد الثاني بستعمل هذا الإصبع قلتلك مش مزبوط يعني إصبع الغلط ليش؟ لأنه مصران الغليظ لليه علاقة بالنقد إلو علاقة بهذا الإصبع أو بتشوفه هذا هو نفس المصارى أنا شايفه التنية أو مثلا وانت تحكي مع شخص بتلقي بساوي هيك عو خشمه شو هاي بمعناء شوف بتلقي قاعد خايف من النقد بخايف إنه وحكي معاك إنك عاب تنتقده فبصير حك هون هاي الحكة بتدل إنه خايف من النقد منك إذا كان واحد ذكر قدامك بحك من ناحي الشمال إذا كان أنثى من ناحي اليمين باقي المصارات اليمين هو الذكري والشمال هو الأنثوي فعمليا إذا نطلع على علاج غسيل الطاقة بفرجيكو كيف نعمل غسيل الطاقة كيف ببين كيف بظهر عنا هذا غسيل الطاقة كيف الإنسان بصير فيه الرجة الرجة هاي اللي بتصير في الجسم مع المعلومات اللي بتطلع وكل إنسان ممكن يعمل غسيل الطاقة كل إنسان اللي اللي بقدر يتعاون معنا يعني أشخاص اللي فيش انه هنا إمكانية للتعاون اللي بتطلعش تاخد وطاعة معاها طبعاً الغسيل الطاقة مش ملائم لهذه الأشخاص حتى اللي عندهن مشاكل من ناحية أمراض الأعصاب أو عندهن شلل أو عندهن الأمراض مثلاً العقلية اللي اللي لعلاكة بسيخياتري بنعملهم إش غسيل الطاقة بنعملهم علاج روحاني اللي بيبلش بالأول عن طريق عن طريق إنه نخرج الهيئة الروحانية اللي بتأثر عليه وبعدين منصلح الأزمة النفسية اللي موجودة تحت هذا المشكلة رجيكوا واحدة اللي بخلال العلاج عملياً بتعيش أزمة بخلال ولادتها يعني وهي بتطلع من بطنها تخنق لسه طبعاً من ناحية نفسية إنسان بقدرش يتذكر شو صار معاه ويخلق ولا مرة بتروح عند دكتور نفساني بتقول له أنا ختنكت وأنا بقعد بخلق مالك لا هذا واحد ثاني نحن بناشي يا هيا هيا هاي قبل ما تصل لحدو الوضع ايك بالاول بقولها وين انت؟ بتقول لي بعرفش تليانيه قديش عمرك؟ بتقول لي بعرفش كله اسود يعني مش شايف اشي بتقول لي مخنوكة مخنوكة بقول لي اختنقي اختنقي ليش لازم تختنك حتى تمرك المشكلة يعني خايفي 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 تختنك تموت كملي كملي بقولها كملي بقول اذا ما ماتتش وهي خلقاني وجدت عمل الكيروس معتو مش راح تموت كملي عتمي عتمي عريها عتمي بس بلاحظة معينة بتشوفوا كيف سكر النفس معها وغيرت لون وجهها وكانه اختنكت حقيقة بطلت تحكيه بطلت تتنفس طلع كيف غير لون وجهها وكانها حبل الصره حول ركبتها ومختنك وهي طلع عرايها بعدني ما خلقتش بعدي مش خلقاني خلقها شوفوا شو يصير شافت النور بالبكرة ثلاثة من الزكدة لم تف corre تبقى أيها حياة ده Wellness كرسة الطاقة، صار كرس غرفة ولادي الحمدلله على السلامة بولدات خلقات شو قالت؟ بحبكو كلياتكو شو بتقول؟ بحبكو كلياتكو صار في عندها انفتاح يعني اتحرط من الخوف اللي كان موجود عندها وهذا عملياً سبب لها انفتاح حقيقي الآن بنرجع شوي لورا ونشوف واحدة اللي هي عالمة نفس متجوزة وعندها ثلاث أولاد كمان تليانية وقدمت طلب انه بدها تتبنى ولد بدها تتبنى ولد تسألوها تبليش؟ بعرفش، بدها تتبنى ولد لقولها بنت هندية وتبنت بنت هندية وعندها بنت هندية ووقت غصيل الطاقة شافت حالها بنت هندية اللي روحت على البيت بيتها المهدوم ولا فيه لأمها ولا أبوها ولا عائلتها وماشي بالحقول وهجم عليها النمر وأكلها ونشوف كيف أكلها ها كلها حالات عملياً اللي وقت عملياً هدول أشخاص هن من نفسهم معالجين هن من نفسهم قاجوا يتعلموا الطريقة بس اللي بيجي بتعلم الطريقة لازم يعيش الطريقة على نفسه فبصير واحد يعالج التاني خلال معالجة واحد للتاني هاي الأشياء بتطلع محن وهذا بدل إنه هذا الإشي ملوش علاقة فيه أنا شخصياً الطريقة اللي بتشطل مش أنا شخصياً اللي بعمل هاد الشيء يعني أي واحد تتعلم الطريقة بعمل نفس الشيء ومندعي أميرة كمان شوي تحكين عن تجربة تبعتها عرايها إجري إجري بقول شو بصير بإجريك بعمل نفس الشيء بعمل نفس الشيء بحط إيدي هون لأنها خوف عندها خوف بعمل نفس الشيء بعمل نفس الشيء ليسا ما أعرفين الخوف من ايه جاي بتقول إنه عندها خوف روحت عالبيت وبيت هين عملياً مهدوم ظل كيف جسمها بصير فيه يرجى طلع حواليك إذا شايفي فيه إشي إذا هي عايشة وين محل تاني بس تقدر تشوف تقدر تطلب منها تطلع عاليمين عالشمال تطلع حواليها تقدر تخرفنا شو يصير ما فيش إشي بلحظة معينة تقع محل واطئ هل هناك حيوان يقرب علي ماذا هو الحيوان؟ تيجري نمر هجم عليها تتعارك مع النمر نستنى تنها تموت ليش الحلوة فيها إنه لما تموت بتشوف النور بالظبط لما الواحد بخلاك يعني لما الإنسان بموت وبخلاك بشوف النور نستنى هجم عليها كبكب كله أكل لك النمر ولا بعده؟ الظاهر من أكلها؟ لوتشي لوتشي نور لما الإنسان يشوفه النور معانته خلاص مات تريح وروحه يتكمل المشوار لما الإنسان يموت يتكمل يشوف أشياء معانته الروح مماتتش ظلت موجودة وكملت مشوارها كيف؟ بدون شك يعني أنا مش بس بقامل بالتقمص أنا شوفت ثلاث حيات سابقات إلي وشوفت نفسي بالحيات السابقة آخر واحدة اللي موتت فيها سنة 1922 كنت في العراق وكنت رف يهودي كنت رف يهودي كنت رف يهودي طبعاً إن اليهودي هذا الشي مش مقبول إنه واحد عربي مسلم إنه يكون يهودي اليهودي دائماً يهودي بالنسبة إليه طبعاً بس إيش الأهم من هيك إنه دورت عد هذا الشخص 13 سنة لأنه عرفت شو كان اسمي وين كنت عايش وكيف وكيف كان لأولاد شوفت كل حياتي المهم بعد 13 سنة لقيت هذا الشخص ولقيت الكتاب اللي كتبته اليوم بتقدر تنزله هاد الكتاب من الإنترنت؟ بلاش حسابكو اسمه تستسيمو براخيم الي كتبت الطوراء بشكل مخالف يعني بشكل بديل عن الأشياء اللي كانت مقبولة وقتها وليوم اليوم قاروا لكتاب الأول تبعي رفواه بخوشة شبيئي عاجوا يسألوني بس أنت تعلمت يعني كبلا؟ بقولين لا متعلمتش كبلا بقولين هذا المكتوب هنا كبلا بقولين ممكن بس أنا متعلمتش كبلا لما اكتشفت عمليا أنه هذا الإشي كان من الحياة السابقة في 180 أجت لأسئلة هاي إسا اللي كانت تنظم لي الورشات العمل حضرت لي الكتاب هذا ومقطوعات من حياته وعملت له يعني الغلاف تبعه وجلد هيك وكتب عليه التقمص أو هاجي القول بالعبراني إسا أخذت هاد الكتاب عند راف نكوبال عند راف اللي هو عمليا بفهم بها الموضية قلت له هاي القصة كيف ممكن أنا أكون مقتنع إنه هاد إشي صحيح بقولي شو اسم أبوك؟ بقول له عبد الله بقول لي بإيش تشتغل؟ بقول له أن دكتور أخذ الكتاب اللي معي اللي من الحياة السابقة من العراق فتح الكتاب بالصدفة هيك يتطلع مكتوب عبد الله هروفي وهذا إشي مكتوب الكتاب فرجيكم إياه يعني إشي مش إنه بخطفة يعني تصور كتاب من حياة السابقة اللي فتحه بالصدفة وطلع اسم أبوي والمهنة تبعته من نفس السطر إن كانيه من ناحية يعني استاتيستيك إنه يطلع هاد الإشي واحد لا مئة مليون فبكل روح بالسلامة هاد الإشي اللي صار معاك هو صحيح أنا كنت مكتنع مين في المينو صحيح بس دائماً لما تيجي بضل في عندك أدنى شك أو بدك تحب تسمع من واحد تاني كمان اللي يجي كلك هاد الإشي عملياً كان موجود فغسيل الطاقة عملياً هم نستعمله بهذا الأسلوب كيف إحنا وكرنا؟ ما يقولون مقصدين أو مقصدين من ناحية اله كيش مشكلة نفرجيكم كمان حالي إذا إذا إنتم مش مستعجنين نفس السعر هذا شاب اللي عمره ستة وعشرين سمية اللي كان مضمن على المخدرات مضمن على المخدرات إذا وقف المخدرات بس حس حاله واقع كما مرة أنا ما جاء عندي أخته جابته لا بيشطل ولا بتعلم لا عنده أصدقاء يعني حياته عدم عملت له العلاج خلال العلاج رحين تشوفوا كيف غضب طلع منه على مين؟ على أبوه وعلى أمه شو قصته؟ قصته طبعا أنا فهمتها بعد ما عملت له العلاج وهذه كانت من أول العلاجات اللي عملت غسيل الطاقة وصرت أفهم وتعمق أكثر بالموضوع من نين جاي المشاكل ولقيت عمليا كل مضمن على المخدرات فيه من وراه غضب والمفروض أنه نحل الغضب حتى نحرر الشخص عن الإدمان يعني تقدرش تيجي أنت تجبره تمنع منه استعمال المخدرات لأنه المخدرات بتخفف عنه معاناته الداخلية فإذا أنك تخليه يوقف المخدرات حل المشكلة اللي سببت له الإدمان على المخدرات فالقصة تبعته أنه لما كان عمره خمس سنين أبوه توفى إسا أمه قالت له أنه أبوك راح ورح يرجع ضل سبع سنين هو باستنى أبوه حتى يرجع وغضب على أبوه أنه مرجعش لما صار عمره 12 سنة أمه قالت له أنه أبوك توفى ساعتها غضب كمان على أمه اللي كذبت عليه خلال كل هاي سنين فصار عنده غضب على أمه وعلى أبوه وهذا الغضب ضل مكبوت في داخله لما عملت له العلاج هذا الغضب طلع بتشوفوا كيف الغضب تحرر منه بالأول لما بعطيه الطاقة هيك احنا بنعمل العلاج بنعطي طاقة عن طريق الراس الطاقة بصير تجري في جسم الإنسان بصير في عنده رجة في جسمه تظهر رجة خصوصا بالإجرين استنت تنى الرجة تصل للإجرين هاي علامة أنه فتح معاه وبصير يعيش تعالوا كيف؟ بصير حردك إديه لأنه مش يعني كيف حست وكأنه في طاقة بإديها تكون يعني شي غريب سهو بصير يعني ينفض إديه حتى كيم الشعور هذا وكانه إديه بخضرانات وبيزيد بزيد 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 لما بشوف إنه وصل لمستوى معين مجرد بس كله طلع طوالة بنفجر وبطلع الغضب اللي كان موجود عنده يعني أنا بساعده حتى إيش؟ يطلع 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 حركة الجسم هاي الكوس المعكوس هاي بتدل إنه فيه مشكلة من ناحية غضب ومن ناحية تانية إنه الكبد عنده فاضل الكبد هو عملياً المحبة اللي بنخدها من الأم والأبه شفتوا لهذا الشخص بعد سنة بشتغل بتعلم كان فيه له صديقة لما سألته على المخدرات قال لا إيش شو بتساعد المخدرات رجع لحياته كاملة نضيف مية في المية من المخدرات لما عبرت له كم مرة علاج غصيل طاقة مطلعش معه ولا إشي وهالإشي المنيح إنه لا أنا عملت له بس علاج واحد بهاي الحالة عملت له علاج واحد فيه أشخاص اللي بحاجة إلى أكتر من علاج لأنه الناس بيكون مليانة أشياء تاني وكل مرة يطلع إيش تاني يعني ما فيش فيش إلنا سلطة إيش في هاي المرة يطلع يعني أشياء بتطلع مش بالضرورة الأشياء اللي انت جاء أجيت عشان تطلحها يعني بتكون اللي انت في عندك مشكلة مع أبوك بعمل لك غصيل طاقة بطلع مشاكل تانية اللي لها علاقة بأشياء تانية فكل مرة بتطلع لحد ما إيش نصل لوضع إنه الإنسان بيكون في عنده شعور بالتحرر من الأزمة النفسية اللي عمليا إذا ما حررناهاش في النهاية تظهر عاجلاً أم آجلاً كمرض جسماني فالطريقة نفسها ممكن نتعلمها مش إشياء يعني أنا صحيح وحقيقة إنه كتير مبسوط إنه أميرة موجودة في البلد وممكن تساعدكم بالموضوع وتشوفوا وتحسوا مفعول الإعلاج غصيل الطاقة أميرة بتحبي تحكي كلمة عن انطباعك كيف تعلمت ليش شدك حتى تتعلم الطريقة تعالي بمش تعالي أميرة تعالي تعالي شكراً 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 حتفضل هيوا منها معلاش إن أنا قول إشي لما كنا مرأة حضرتك أعطيت مهامرة على النوم وقت الكورونا أنا أنا سأجلك سماء أنا عندي بحلات الترشد المتصرف سماء أه أنا عبكي أنا أميرة الساعة يعني أنا شوية أمل في أشياء البسوكولوجيا والأشياء الملموسة العقلية شوية هاي الشغلات اللي أنا عمليت شوفها شوية ملاقيته إشي سايف يعني سكواعي أو أبني قامل فيه أو شيء قامل فيه بسيخولوجيا فيه إشي عقلاني فيه مشكلة أنا مشكلتي ممكن أعبارت كثير شغلات أحصان أنا مداعقة ممكن هي تسببتي في هذا أنا مداعقة كان سؤالي هل ممكن أنا عمشوش ممكن يكون فيها حل إسا فيه فرق بين بدون شاك فيه فرق بين أنه نعرف شو المشكلة وبين نحكي عن المشكلة وبين نعبر عن المشكلة من ناحية عاطفية ونكمل عملية الاستكمال يعني بعد ما حلينا لازم ننصل للدرس شو تعلمنا منه كيف التغيير اللي بيصير علينا بعد ما حسينا من ناحية عاطفية بس مجرد أنه بعرف شو المشكلة الناحية العقلية بتساعدش يعني عشان هيك بتلاقي الواحد بيعمل بسيخواناليزة ثلاثة سنين وعشر سنين وبيضل نفس المحل حشان فيكير هو أنا بتروحي مباشرة عن الروح ما فيش حاسز تأمني لأنه هذا إشي بتعلق إشي قديش أنت بتأمني أو بتأمنيش يعني بيجي عندي أشخاص اللي عندي هنشك عندي هنشكوك إنه بأمنيوش بهذه الطريقة بكل عالي منيح بس أنت مستهد تتعاون معي بكلها بتفضل ما نعموا على التخيط ومتعطيه الطاقة ساعته ما فيش إلوه سلطة الأشياء اللي بتزهر معاه ما فيش إلوه سلطة فأميرا بدأ تخرفنا كيف تجربتك في الموضوع فضل لهم تعلي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك في الدالة مضحف فيك مورطي للبلد أهلا وسهلا فيك وأنت فجأتني يعني أنش مخضر حالي آه ما كانش فيه كانش فيه تحضير تحضير بناتنا يعني أنا عبقله لنا نادر بغضر يقسم حياتي لشنيش جديد شلاب الأول قبل ما تعرفت عبدالتور نادر وشلاب الثاني هو بعد ما تعرفت بس تتاني لحياتي وبعد ما تعرفت عبدالتور نادر اللي بديقوله ما مش فينالي خييم عن نهاية الشتاء كثير قلبية لحياتي بديقيله إنه لك بيني خلاش بكثير شغلات كان عندي حرار من منها استمدوا جمار كل كل عشاء الصغيرة اللي يبكن من رأيتك تتانى مهي بميت موتاني تخييم أحد الأسباب أنا كنتني هذا كنتني بدرش ساكر قولي تبقى في الصيارة الحالي كان هني في هوبيا إنسي كولي إنه نبوص على الحيط يقنعا هذا العدي يقولي وأز أخرى الاشتفاء الأولى أنا صورت أطلع في الصيارة مخطش وينما بدبي هكول خورشي تاني شغلة كونت قدشي الساحل بس أنا أقاسم جوزي بيما سيك لأني دوقت يعني كان إنسي كول وجامكين أخرى الاشتفاء المرياضي أنا قدرت تتفادر من هنا لإشيء باني خير شغلة مش من جوزها كزامي لأني هذا هذا كزامي لأني وأز بدخول لكي لكل كولي أنا مماش ميلاقا ببليا يعني على المساء والدرخ لعمل الحرحي والهي لعمل كف وحب كل كول إنه نجيها هزمان مجل من الهدلي قطور لكنيسة تنيمة للكشتها تنيميوت شلان بفنين لقعت لقعت بالمشامة لربغوش اتأذ לעשות איתו שלום ושולם ולהשתחרד היא באמת מגיע לכל אחד לחיות ברווחה והאהבה היא עבר יאל סאללה אסתרו אסתרו נפתח למג'ל יקלת אהבה היא דרך על المحبة هي الطريق السعادة هي العلامة والنور هو الهدف من النور أتينا وإلى النور سنعود هاي التكملة اللي الجملة تبعتها المحبة المحبة هي الطريق والسعادة هي العلامة والنور هو الهدف النور هو نور الخالق في النهاية نرجع لنور الخالق بالضبط كل ما تقربنا أكتر لنور الخالق كل ما كنا محبين أكتر كل ما كنا عطايين أكتر وكل ما دوبنا الأيجو الأمانية اللي موجودة في داخلنا وتحررنا كنا سعادين أكتر تفضل تفضل يا لا مهم اشتر إذا كنت في العلاجات تقول أعطيته طاقة أنا كنت شايف إذاك هيك مايش إذا كنت ظنرت إنت على الشريان من الشريان الرقص اللي هي تعمل كل الورشات للمريض وسؤال الثاني لما كانت المريض تتخفى مع النبل اللي عم يفترسها أو الشاب بالمتمن ودوله لا رمش أنا كنت هل قد بارد ولا تتأثر عيلي كل مرة يعني ما كانش عندك أي انفعال شخصي عقيته يتخفى بمقومة ينزل هناك شو القوة هذه وشو العصاب التي تتحمل إيش من شكل من دور أول شي السؤال الثاني تبعك عملية أنا مبسوط حتى الشخص بعيش مبسوط ليش أنا عارف النقاط بتحرر وعارف إنه وصلنا لنقطة أساسية اللي بعد هرحس بتحرر ويكون فيه بصحة كاملة أنا يعني بقول ماكسموم إذا شخص مات قبالي ما فيه دكتور فيه خصائي قلب نعمله ونعاش والحمد لله لحد اليوم يعني من سنوات التسعين بلاشت بالموضوع لحد اليوم ما صار حالي وحدي نشكر الله اللي صار فيه حالة وفيات أو ما الشكل خلال العلاج ما يصار فيه تأكيدات من هذا النوع بالنسبة للطاقة يعني لا من شد على شرش ولا على شريان ولا إشيء يعني إحنا قد نحكي عن طاقة الطاقة أنت بتصيبها موجودة حوالينا يعني ممكن تصل إلى متر ونص حواليك هاي الطاقة انت عمليا بتعالج بالطاقة مش إشي جسماني في مرات منيجي منصيب مناطق معينة في الجسم اللي فيها الطاقة مكبوتي لما بصيب هاي النقطة الإنسان بيعيش الكبت المشكل من جديد وكأنه قاعد بتصير إسه يعني إذا انتبهت كصار مع مايا وكأنها عايش الخوف إسه مع أنه يعني جسمها خايف بس ما كانش عندها خوف براسها يعني فيه فرق بين الجسم شو بحس وبين الإحساس اللي موجود في الراس شعور الجسم وكانه فيه خوف بس بالراس فيش خوف هذا رد الفعل لتحرر من الخوف كمان سؤال واحد كمان مرة كمان كمان لتكونش عاكت خايل هاي يتقص إذا حتى إسه هاي الفكرة منيحة مش أنا هي قالت أنا ما قلتش ولا إيشي هي قالت أجا نمر وفترصني شو أقولها لا هي إسه وإلى علاقة بها بحيا الحياة اللي عمليا فهمت ليش عندها الشعور لازم تتبنى ولد عمليا شي تبنت تبنت البنت اللي في داخلها اللي كانت بدون حماية وهذا الشعور كان موجود عندها بدون ما تفهم السبب لما عاشت هاي الحال فهمت ومش بالصدفة لها بنت هندية وبنتها هندية ففهمت وربطت وسكرت الحلقة من ناحية نفسية فضل أنا حسيت أنه هاي موجود من الروح الإنسانية ومنعالج الروح القريم لما خلص التنوية مغناطيسة المشكلة بترجع نفس المشكلة ففيه فرق بين تنوية مغناطيسة وبين غسيل بالطاقة مع أنه أشخاص اللي هني يعني أخصائيين بالهيبنوزة بيقول لك هاي هيبنوزة انت قال بتعمله هيبنوزة بس الشخص بيكون واعي مية في المية وقت العلاج يعني أنا عملت لها العلاج وأنا مرة حسّت حالة أنهم مش موجوني حسّت بكل لحظة موجودة لما بعمل فيه عمان علاج بفرصة تانية إن شاء الله إذا ما يكون هون مفرجيكم كمان كيف منرجع شخص لحياة سابقة وبتذكر كل الأشياء اللي صارت معهم لحياة سابقة كيف أنا بعرف حالي؟ بعرف حالي معالج دكتور طبيب ومعالج هاي تعريف اشي بسيط يعني وهذا الاشي كمان كل إنسان ممكن تعلم اللي في عنده الرغبة والشغف والمحبة إنه يساعد غيره بقدر يتعلم الطريقة بغض النظر إيش الأساس اللي موجود عنده من ناحية علمية لأنه أنا حسيت على نفسي كان عندي شغف أنا كده لتعلم طيب أجيت عملي الطلب أفوت على الجامعة بالبلاد ولا جامعة قبلتني ليش؟ البسيخومتري عندي كان وقت كتير يعني أقل من 300 صوت 300 نقطة يعني من فقير تقريباً كديش 200 فقير؟ يعني ملكتي لحد اللي مفقير المهم بس كان عندي شغف بدي أتعلم طب كنت مستعد أروح على الصين قالوا أطلب العلم ولو في الصين كنت وهي أنا مستعدة أروح على الصين فاقبلوني بإيطاليا أهوان كانت أكرر فضلي بعد سؤال؟ سؤال واحد أخر سؤال أحبك سؤال أنا أعرف كثير أعرف كثير أعرف كثير أعرف كثير أعرف كثير اللي لحظته أنه من ناحة الطبية أنت مش مؤمن في علاج الطاهرة السمطوم إلا علاج السبق صح أحبك شركة الأدوية؟ أنا بكون الحمد لله لحد اليوم ولا أي لا شركة أدوية ولا أطباء تانين ولا ممساد يعني اللي هاجموني على الأشياء اللي بعملها ولا مرة الحمد لله دقوا على الخشب على فكرة تعرفوا ليش بقولوا دقوا على الخشب هاي عادة اللي جاي من دقوا على الصليب طبعا المسيح اللي كان معمون من الخشب لأنها تتبارك بالمسيح دقوا على الخشب فمسموح كمان نتبارك بالمسيح لا مشكلة لا مشكلة أنت مرحبا تخطوه حطوه ولا ممكن هل هي بيها مش نوع العلاج مباركة مباركة ما هو الخطم تارش ومش بطير مكنمش بشي ولا حجر ولا طلب ولا مش خلوة ولا مش لا بالمسيح المسيح 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 على المسيح لانه وانا بدو يربح بالهبايس بدو يربح بالهبايس وبصلي بس بشكاء بعبي النمرة لو انك سجلت كنت صار جاي ثلاث مرات سجلت؟ السنة مسجل؟ إذا مسجل؟ اي مشكلة بقولكم شغلة وبقول لكيلي المشكلة تبعتي اللي هي طنين الأذن المزعج دانه بالطن طب هاي هوين يا جماعة؟ بدك الحال؟ أقول لك بايش إلها علاقة وبتكون انت وبتكون انت يعني بتكون انت مفتعة متفاجئ من الجواب المشكلة تبعتك بالضعف بالكلاوي نتيجة فقدان سائل منوي ممنوع تقذف سائل منوي أسأل مجرب ولا تسأل طبيب تفضل تفضل أخر سؤال آخر سؤال آخر سؤال لأنه نعم هل كل شخص جادر يعملها حتة بطل؟ وهل من أفضل نعملها؟ لما انت كمانت صحك فيش كاي مشكلة فيجي تعملها كويكاي بما انه فهمنا انه تكريبا مش تكريبا يعني بشكل مطلق ما فيش ولا أي شخص اللي فيش عنده مشكلة وما فيش ولا أي شخص اللي مكنش عنده مشكلة في الماضي فواضح إذا كنا بنعمل وقاي من المفضل إنه الأشخاص اللي هن وكنه ما فيش عندهن إشي يعني تصوروا هدول اللي شفتوهن أشخاص ما فيش عندهن مشاكل هدول هن معالجين بطرق مختلفة اللي أجوا تعلموا الطريقة وطلع منهن شغلات اللي ما كانوش يعرفوا حتى عن وجودها فمن يعني إحنا ننصح أي شخص إنه يعمل هاي الشغلة عملية غسيل الطاقة بعد ما يعمل غسيل الطاقة من علم الشخص كيف يعمل حاله قبل ما يروح ينام حتى ما يكونش فيه تعلق مع المعالج ويكون في عنده مسئولية على نفسه حتى يحافظ على النتيجة أنا بحب أشكركم جدا على وجودكم شكرا طيب أول شي طبعا كل قصة إلى بداية ونهاية نفس الشيء مخضر شكرا 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 شكرا